الحمد لله رب العالمين نحمده و نستغفره و نتوب إليه و نصلي و نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اليوم إن شاء الله تعالى الرجل حس بصدع مؤلم في رأسه لدرجة أنه لا يطيق هذا الصدع و أخذ براشيم و غيرها و لكن الألم مستمر هذه القصة تبين لنا إن شاء الله تعالى بأن الله قريب مننا و أن الله سبحانه وتعالى يجري في مجرى الدم للإنسان و قريب مننا من حبل الوريد رجل لما أحس بالصدع بدأ يأخذ مسكنات و قال دائشات إرهاق و أنه الشغل يعني مرهب من الشغل والصدع بدأ يزيد والمسكنات ما بقتش تجيب فايدة الزوجته قالت له لازم تروح تكشف و تشوف إيه سببه يجوز الإرهاق أو قلة النوم و بعد إلحاح من الزوجة راح لدكتور و الدكتور بدأ طلب منه شوية فحوصات و أشعات و غيرها و جاءت نتيجة الفحوصات و الأشعات بأنه يعاني من كنسر في المخ سرطان في المخ و قال له لازم تعمل عملية فورا طبعاً الأب صدم صدم صدمة صدمة كبيرة و راجل دك كان شائيان ليل مع نهار و يدوبك يمشي الحياة بالعافية و كل قرش بياجي لأسرته علشان يعيشوا في حياة شبه كريمة و كان أهمه أن يؤمن مستقبل ابنه الصغير الذي لا يتعدى أربع سنين و فجأة لأ أن الموت اترسم على أقدام عينين و بدأ يقول يا رب ما عنديش مشكلة في المرض لكن ابني من اللي هيقوله وسلمتي لك أمري هذا هو الدعاء الذي دعاه و قال لمراته الفلوس اللي أنت بحوشاها ما تكفيش تكلفة العملية و أنه يجوز تفشل و أنه هيموت أنا مش أعمل العملية و أنت أحقب كل قرش هتصر فيه لأنه ممكن بعد العملية أنه يموت فهم أولى بالفلوس مراته بدأت تصرقت من البكاء من هذا الكلام و قالت له لو هنبيع هدومنا و ناكل الطراب و صحتك بالدنيا أنت بكرة هترتاح في البيت و أنا اللي هنزل اشتغل لحد ما تقوم بالسلامة و إن شاء الله هتقوم بالسلامة الراجل نهى كلام و قال لها لا أريده أن هو هو اللي هيكمل اشتغل فاتت أيام و أسابيع و الراجل رح واقع في الشغل خدوه جريه على المستشفى المستشفى الدكتور قال لهم لازم يدخل العاملات دلوقتي حالا و أنا مش مسؤول لو خرجته لو خرجته لو خرجته الزوجة بدأت تسأل عن تكليف العملية و بدأت تبيع الدهب وتستلف من قريبها و في وسط كل ده دخل ابنها اللي عنده أربع سنين كان عنده حصالة بتاعته فتح الحصالة و غفنفاش اللبنين و قال لها ماما خدي اعملي الباب العملية الأم نهارت في البكاء و حنت ابنها جامد و أن علمت أن ابنه اللي عنده أربع سنين شايف و حاسس باللي بيحسن طلعت تجري على المستشفى علشان تدفع جزء من الفلوس العملية و بدأت دكاترة يعملوا شوية تحضيرات للعملية و تحاليل و أشعات و فجأة دكاترة فوجئوا بأن المخ سليم خالي من أي ورن اطقم الدكاترة زهلوا و قالوا دي معجزة الدكتور خرج علشان يتكلم مع الزوجة ف جريت عليه و قالت له خير يا دكتور قال لها جوزك سليم و فاهمها كل اللي حصل و قال لها كل اللي جوزك متحتاجه شريط ريفو بجنيه من بتاع الصدع صرخت الزوجة من الفرحة و طلعت الجنيه بتاع ابنها من محفظتها و دخلت الصيدلية المستشفى و قالت ربنا بيقول لكم هاتو الشريط ريفو من أبو جنيه هذا هو نقاء القلب و العشن في الله سبحانه وتعالى و الثقة المطلقة في تدخل الله سبحانه وتعالى الحاسم السريع قادر على نقل جبل قادر على إشباع جموع قادر على ملء الشباك اللهم سامحنا في كل لحظة شكيت فيها بوعودك و مشئئتك و قدرتك على حل الصعاب و لو كل الدنيا قالت مشاكلي محتاجة ملايين علشان تتحل تكفي جنيهم بس من الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا استغفر الله و لكم اشتركوا في القناة